مساء الرضا كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين اليوم بنزل لكم يومي كامل في لايف في التوك توك طبعا في التوك توك إيش عملنا؟ كان زوجي رايحوا أصحابه عشان باستراحة ويشتوا عشاء تمام عملوا عشاء قال فطلب مني روز حضرمي وكمان سمك بالتنور ولي الله تعالى حضرنا كل هذه الأشياء بالتوك توك طبعا طلبوا حلا بسبوسة هم يحبوا البسبوسة عملنا تبلت السمك بعدين عملت البسبوسة ما شاء الله من ألد البسبوسات ممكن تعملوها وكل هذه الأشياء موجودة طريقته في فيديوهات موضحة بالشرح تمام؟ بعد كده ما عملت البسبوسة طبعا أنا أول شي عملت تبلت السمك وقهست الكشنا حق الرز هذه أول شي بعدين عملنا البسبوسة ودخلناها الفرن ما شاء الله وبعدين طلعناها بعد كده عملت السحاوك أو هو الدقوس أو الفلفلة الحار وزعناها بعلب طبعا كله استشارات نستشير بعض ونشوف إيش من علب كبيرة أو صغيرة هم أختاروا لي قالوا لي هدى حطيها في العلب الصغيرة فعلا قصمناها بالعلب الصغيرة وما شاء الله طلعت كتير حلوة وكل واحد ياخد من غير أني ما تخرب أو أني تتبهدل عرفتوا حطتها في علب كبيرة أفضل كانت علب صغيرة وهنا بعد ما بردت البسبوسة قطعناها وحطناها كمان في علب طب تقريبا أقتلي 12 علبة أضن 12 علبة أقتلي 12 قطعة والله ما تذكرش كم قطعة بالضبط يعني وبس والله حطينا لهم كده من العقة معاها عشان خلاص كل شي يكون مرتب يعني ونظيف كل واحد ياخد قطعة وكده بعد كده أنا صلقت الرز طبعا هذي بس مقتطفات تمام حطينا طبقة من الرز شكرا على اللي يعطوني قلوب وهدايا كانوا يكبسوا كمان حطينا طبقة من الرز تمام نص كمية الرز طبعا الكمية كانت كبيرة تقريبا لعشر أشخاص يعني تعرفوا عشر رجال يعني ما شاء الله الرجال يكرمز الحريم يعني بعد كده هذي كانت الكشنة حطيت الكشنة فصلت الكشنة عن الزيت لازم تعملوا الكشنة بنص الطبقة وتحركوا كده تقلبوا بعد كده إيش رشيت رشيت علي رشة كزبرة ورشة هيل الحضرم قد تكون نسمو الكزبرة شبرم تمام؟ هذي الرشة اللي تعملوها الآن الآن بعد ما نحط طبعا طبقة الكشنة تمام؟ نعمل قد تكون رشة الكزبرة ورشة هيل فعلا تحطي طعم تاني يعني أني أحسي ضرورية رشة الكزبرة والهيل تعطيها طعم للرز لذيذ 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 يعني قربوها هذي الطريقة بعد ما رشيت الكزبرة والهيل حطت طبقة ثانية من الرز حاولوا انه الطبقة الثانية تكون اقل بقليل يعني مش النص تحطوا نص للكشنة لا الطبقة الثانية تكون اقل بشوية او ممكن نفسي بس انا اخليها اقل بشوية بعد كده شفتوا الزيت اللي خركته حق الكشنة ولا ارمي حاجة لازم الزيت ولا بطلع لكم الرز ناشف ويكبس فاني عملت الكشنة لقصدي الزيت طبقة الزيت عشان يطلع الرز طري ومفلفل انتم بتشوفوا قد شفتوا بالبداية هنا حطت الفلفل اللي خليته يغلي مع ماء الرز لما صلقت الرز بعد كده اضفت الالوان الاخضر والبرتقالي حق الزربيان وكمان الاصفر عشان يقوي عيونهم تستوي عيونهم زي المزرق يعني بس يعني يفتح النفس يعني الالوان بعدين رشة من البصل المحمر طبعا هذا البصل لما كنت اعمل للكشنة فاني طلعت كمية من البصل عرفته وباقي خليته مع الكشنة وهنا لازم نعمل تقوب شوفوا كيف اعمل فتحات ليش لانه كمية كبيرة وعشان ينكمر تمام الرز يعني البخار يطلع لانه الكمية الكبيرة حولوا انكم كده تعملوا له تقوب شوفته زي الوسع عشان يطلع البخار من تحت وينكمر معاكم تمام ومن اساس تسوية الرز ويطلع معاكم حلو انه لازم ينكمر تماما اني خليته لانه كمية كبيرة خليته 25 دقيقة قلوا 30 دقيقة على نار هادئة وكمان حطت تحته حديدة يعني مش بس كمان كما خليته زي كده حطت تحته حديدة دبلت الحديدة حطت حديدتين عشان اضمن انه من التسعش عليا وانه تمام ينكمر خليته قد تقوم على شمعة هنا ما شاء الله اجينا خلاص اجينا للسماك حطى طبق صدير وكمان اخر شي رشيت على له رشة من الكاري ورشة من الكزبرة اذا ما عندكمش كاري نيل ما فيش داعية رشو الكاري خلاص اكتفوا بكزبرة كزبرة رشة كزبرة ولا رشة في الفيل اسود وهنا كمان قطعتنهم بصل ابيض وكمان شريح من الليمون تعرفوا بالمطاعم وزعوا كده بصل وليمون فانا قلت خليك زي المطاعم وممكن احسن كمان قلت لهون كده بالعلب اني محطتوش انا احبوه مع الروز ينحط اخر شي مع الروز كده قليل يعطي ريحة لما تقولوا تفتحوا القصدير لما يكون الليمون موجود والبصل بس عادي خلتوه في علبة عشان حرام ميت بهدلش كمان وهنا بعد ما سخنت النور حطينا السمك اني استخدمت سمك سلمون والله اش كان لدي طبعا طبقتين وبس قهست كل حاجة وهنا تعالوا نفتح على الروز ايش اقول لكم الرز يمكن وصل للحافة كلية تقولوا وصل للحافة اتقننوا على الرز بقد كلهم مدحوا الرز يعني قل زوجي بقد كان اكل يبيض الوقت الحمد الله الحمد الله لقينا لنا دعوة حلوة الحمد الله وكمان الصراحة انتم في التوك توك متابعين لكم كمان دعوة كنتم شاركيني في كل حاجة شوفوا كل شي عملنا كل حاجة عملنا في التوك توك هذا لايف كل شي عملنا يعني شوفوا الرز بس كيف ايش كان رهيب طبعا انا حاولت اني اقلب لهم يا شوية لانه زوجي اخد القدر كامل اخد الدست كامل هو لكن انا حاولت اقلب له يعني مضبطش التقليب معاهم قلت له انا بقلب لك شوية بعدين انت زيد قلبه يعني قلبه عشان الكشنة انا احب شوفوا بس الفلفل اللي اطلعه لكن البصل والكشنة والألوان كله اخلطوا مع بعض هكده الرز الحضر يعني ميكونش طبقات زي الزربيان اخلطوا كامل مع بعض عشان اطلع من الطعم الكشنة مع الرز مع الألوان مع الكامل مع الزيت يعني نخلط تمام فاني قلبت له هو زاد بعدين قلبه في الاستراحة قلبته قصمتون الصين وبدت اقلبه يعني فقد كان لذيذ قدنون والله وحبة فحبة طبعا اللي كانوا معاي في التوك توك يعرفوا الله يعطيه الصحة والعافية زوغي ساعدني كمان كان يقلب معايا وكان يحمل معايا رز لانه كمية كبيرة وثقيل وكمان كان يأكل يعني ويتضوق لازم لازم ان التضوق واني هنا مكاني بالمصداقية مش بس باليوتيوب والمصداقية كمان في التوك توك اروي لهم انه الرز حبة بحبة وحرق يدي اني انده ما حرقتش يدي ما فيش مصداقية عندي بس والله هنا ما شاء الله لو تعرفوا زوغي كده راح اخذ له صحن غرف له بتشوفو الان وراح اخذ من الشطة من الدقوس اول احنا نسميه في عدن سحاوق يعني تقيطة هم سمو دقوس سمو سلاطة حارة واخد شوفو قلس ياكل يقول لذيذ 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 والله ايش كانوا هنا قهزت لهم ايه سفرة الاكل طلب مني سفرتين اكل هادي كبار وبدأت ادخل الشطة يعني هذا الدقوس او السحاوق بكيس وكمان عشان خفت يعني لو يفتك عليه او يطعف او شي مع انه ما شاء الله مقفل تمام دي العلب يعني محكمة تمام وهنا حطيت البصل مع الليمون وسفرة الاكل بعين هنا نسيت الملاعق ملاعق يشتي ملاعق الاكل وبس والله وهنا كان قضي انه نحنا النساء نقدر نعمل كل شي في البيت مش بس لعشر اشخاص ممكن حتى الميت شخص وخمسين شخص عزومة كبيرة نقدر نعمل بدل ما نروح نشتري من المطاعم نحنا نعمله انظف واحسن والد يعني واوفر كمان يعني نقتصد كمان لانه بكم بتشتروا كده وقبات من المطاعم بكم مبلغه كبير يكون وهنا ما شاء الله وطلع السمك من التنور حطوطوه دي الأكياس الورقية وحفطوه بالفرن على حرارة هادئة عشان يفضل ساخن وبس والله بالعافية ليولوكم ادعاق بكم الفيديو لو تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنت سحلو منكم